في عام 334 قبل الميلاد بدأ الإسكندر ملك مقدونيا إحدى أعظم الحملات العسكرية في التاريخ وكانت هذه الحملة ضد إمبراطورية الفرس والتي تعتبر القوى العظمى في ذلك الوقت عند بداية الحملة كان الإسكندر بعمر العشرين عام فقط استطاع الملك الشاب النجاح في المعارك وقاد حملة ناجحة امتدت لعشر سنوات وصل فيها إلى حافة العالم القديم واستطاع أيضا إنشاء امبراطورية من أكبر الامبراطوريات المعروفة قليل من الشخصيات التاريخية استطاعت أن تؤثر لوحدها على بقعة جغرافية ضخمة كما فعل الإسكندر الإسكندر العظيم كما لقب في العالم الغربي حمل اسم مختلف عند الفرس فهو عندهم يحمل اسم الإسكندر الملعون كما ذكرنا سابقا في حلقة تاريخ اليونان كانت اليونان منذ حوالي عام 500 قبل الميلاد مسرح لتطور الفن والفلسفة وفنون الحرب كانت أثينا هي القوة البحرية الأعظم في ذلك العصر حيث ازدهرت الديمقراطية والفن والدراما والفلسفة في حين كانت اسبارتا مجتمع صارم عسكريا ومشهورة بجيشها القوي وفي عام 480 قبل الميلاد انضمت المدينتين لمواجهة غزو من قبل امبراطورية الفرس وفي مضيق ثيربولي كانت هناك قوة يونانية صغيرة بقيادة 300 من جنود اسبارتا وكان عليها ان توقف او تعطل الجيش الفارسي الضخم استطاع 300 تعطين الجيش الضخم لمدة 3 ايام قبل ان يقتلوا جميعا من قبل الفرس بعد ذلك في ساليمس استطاع اسطول الجيش اليوناني البحري هزيمة البحرية الفارسية لكنهم لم يستطيعوا منع الفرس من حرق معابدهم المقدسة في اكروبوليس اثينا وفي العام التالي في بلاتيا انتصر اليونانيون في معركة ارضية حاسمة ضد الفرس واجبروهم على الانسحاب وخلال 50 عام عاشت اليونان العصر الذهبي لكلاسيكي ولكن معه كانت العلاقة بين اثينا واسبارتا متوترة لتدخل المنطقة في حرب داخلية استمرت الحرب بين اثينا واسبارتا لمدة 100 عام مما تسبب في ضعف المدينتين وبسبب الحروب برزت قوة جديدة في الشمال لقرون اعتبر الاغريق مملكة مقدونيا الجبلية منطقة هامشية واعتبروا اهلها شعوب غير متحضرة وليسوا يونانين ولكن تحت قيادة الملك فيليب الثاني اصبحت مقدونيا قوة عسكرية قوية اشهر اصلاح له في الجيش كان ادخال السريسة وهو رمح بطول 18 قدم ضعف طول الرمح اليوناني العادي بارع المقدونيين بالتحكم في هذا الرمح وعرف المقاتلون المقدونيين باسم الفلانكس وفي عام 338 قبل الميلاد في معركة كيرونيا سحقت جيش فيليب القوات المشتركة لاثينا وسبارتا ومن خلال التحالفات والفتوحات استطاع فيليب الاستيلة على معظم اراضي جيرانه وبعد الانتصار استطاع فيليب توحيد اليونان في تحالف عرف باسم الاتحاد الهيليني او اتحاد كورينث حيث كان فيليب هو القائد في المقابل بقد سبارتا في الجانب بدأ فيليب في التخطيط لحملة كبيرة ضد امبراطورية الفرس العدو القديم الذي كان في ذلك الوقت يعاني من الضعف رغم ضعف امبراطورية الفرس لكنها كانت امبراطورية غنية بموارد هائلة وهو امر مغري لليونانين بدأ فيليب للتخطيط للحملة الضخمة ضد بلاد فارس ولكن قبل ان يبدأ الحرب ضد فارس تم اغتيال فيليب من قبل حراسي الشخصيين ليخلفه ابنه الاسكندر والذي يبلغ من العمر عشرين عام فقط فيليب كان قد جهز ابنه رغم صغر سنه في القيادة وكان بجانبه دائما وجلب له اعظم المعلمين في العالم في ذلك الوقت وعلى رأسهم ارستو ومنذ ان حصل على السلطة اراد الاسكندر استكمال خطة والده لغزو بلاد فارس ولكن كان عليه اولا تأمين الداخل واثبات موقعه كملك على اليونان قام الاسكندر باعدام كل من كان ضده وسحق التمردات في وسط اليونان وثيساليا وهاجم ثيبة ودمر جزء من المدينة واستعبد شعبها بعدها بدأ باعداد الجيش للهجوم قاد الاسكندر الجيش عبر هليسبونت الى اسيا الصغرى لتبدأ اعظم الحملات العسكرية في التاريخ كان جيش الاسكندر يضم حوالي اربعين الف من جميع انحاء اليونان وكان الجنود بقيادة الجنرال المقدوني الخبير بارمينيون وفي الصف الامامي كان هناك تسعة الاف والينجد مقدوني مسلحين بساريسيا بطول ثمنتعشر قدم كان الجنود المقدونيين جنود محترفين ومدربين تدريب جيد ومرتبين في ستعشر صف كان هذا التكتل يقدم جدار صلب من الاطراف لهذا كان من الصعب ايقافه ولكن ايضا كان من الصعب عليه التحرك ومعرض للهجوم من الجوانب والخلف لذلك كان هناك ثلاثة الاف من قوات الجيش المتخصصة يحملون اسم الهيباستيسيس او حملة الدروع مسلحين برماح قصيرة يحرسون الجوانب تحت قيادة نيكاتور ابن بارمينيون كان السطر الثاني الجيش الاسكندر مكون من سبعة الاف من الحلفاء اليونانيين وخمسة الاف من المرتزقة يحملون اسم كهوبلتس كانوا قد اتخذوا هذا الاسم من هوبولون الدرع الكبير الدائري وكانوا يحملون رماح قصيرة بطول ثمانية اقدام ولكنهم لم يكونوا بفاعلية المقدونيين والذين كانوا مسلحين بدروع اقوى وكانت هناك ايضا مجموعة الاغيرانز وهم مقاتلون متخصصين للاشتباك في المعارك وكانوا خبراء في رمي الرمح وهم مكونون من قبائل من جنوب بلغاريا المعاصرة كان هناك ايضا مقاتلين من تراقيا واليريا مسلحين بالرماح والمنجنيق والاقواس كانت فرقة الفرسان الخاصة في جيش الاسكندر مكونة من 1800 فارس مسلحين بالرماح وسيوف بقيادة فيلوتاس اخر ابناء بارمينيون قادل اسكندر السرب الملكي وكان هناك ايضا 1800 فارس من تيساليا بقيادة كالاس و600 من اجزاء اخرى من اليونان بقيادة ريجيوس وتسعمين من الكشاف المرتزقة من تراقيا وبايونا تحت قيادة كاساندر كما ذكرت في سلسلة الامبراطورية الاخنينية كانت الامبراطورية الفارسية مقسمة الى مقاطعات تحمل اسم سترابس تحكم هذه السترابس بوسطة حاكم او ستراب اجتمع السترابس في اسيا الصغرى والتي كانت تتعرض للتهديد من غزو الاسكندر لمناقشة الاستراتيجية حذهم ممنون من رودس الجنرال اليوناني والذي كان يخدم الفرس على تجنب مواجهة الاسكندر بدلا من ذلك نصحهم باستخدام استراتيجية الارض المحروقة وهي حرق القرى والمحاصيل والانسحاب الى الداخل قال لهم بانهم اذا اتبعوا هذه الاستراتيجية ستنتشر المجاعة بين جيوش الاسكندر نصيحة هذه كانت من الممكن ان تغير التاريخ ولكن السترابس لم يكونوا عازمين على تدمير مقاطعاتهم دون قتال لذلك قرروا مواجهة جيش الاسكندر عند نهر جرانيكوس تشكل الجيش الفارسي خلف النهر والذي كان ضحل ولكنه كان عريض بعرض ستين قدم مع ضفاف حادة كان الخط الامامي لهم جدار من الفرسان بحوالي عشرة الاف فارس من جميع انحاء الامبراطورية خلفهم في الاحتياط كان المشا وهم عدة الاف من المرتزقة اليونانيين المرتزقة هؤلاء كانوا لا يقاتلوا الا من اجل المال وكانوا مسلحين بدرعهم الدائري ورماحهم القصيرة يعتقد ان الفرس لم يكونوا واثقين من فعالية المرتزقة او انهم لم يثقوا بهم بحكم انهم كانوا يونانيين ولهذا تم وضعهم في الخلف الاسكندر كان متحمس لبدء القتال ولهذا اسرع للوصول مع افضل قواته نشر الاسكندر فرسان تيساليا والفرسان اليونانيين والاتراقيين تحت قيادة بارمينيون وفي الوسط كانت القوات تحت قيادة بيرتيكاس وكومينوس واميتاس وفيلب وميليغرال وكارتيوس وعلى الجالم الايمن كان هناك الاسكندر نفسه مع فرسان مرافقين تحت قيادة فيلوتاس بالاضافة الى الهيسباستوس المتخصصين ورمات القوس كان مع الاسكندر 13 الف من الجنود وخمسة الاف من الفرسان في المجموع وكانوا متفوقين عدديا عن الفرس نصح القادة الاسكندر بالانتظار حتى الفجر للهجوم وعبور النهر لكن الاسكندر تجاهل هذه النصائح وامر بالهجوم الفوري ارسل الاسكندر الفرسان المرافقين لعبور النهر وتلاهم فيلق من الهيباستوس والفرسان اليونانين دعا الاسكندر رجاله ليظهروا شجاعتهم ثم قاد جناحه الايمن عبر النهر وعندما وصلوا الى منتصف النهر تعرض جيش الاسكندر لهجوم بالرماح والسهام من الفرس والجنود الذين وصلوا للظفة تعرضوا لهجوم مباشر من قبل فرسان الفرس هذا الهجوم كان مفاجئ على الاسكندر هدف المقدونين كان التقدم وطرد الفرس من ضفاف النهر في حين كان هدف الفرس منع المقدونين من التقدم ودفعهم الى النهر هجوم الاسكندر يعتبر تهور وامر غير تقليدي حسب كل معايير اليونانين ولكنه اساسا كان يشتري الوقت لبقية جيشه لعبور النهر لكن في عز الصراع كان الملك الشاب يصارع من اجل حياته حيث انه كان الهدف الرئيسي للجيش الفارسي هاجمه اثنين من النبلاء الفرس ريهوباسيس اقترب من الاسكندر وضربه برأسه بسيفه استطاع من خلال هذا الهجوم كسر قطعة من خوذته لكن الخوذة كانت قوية بحيث صدت الضربة القوية في الخلف رفع سيتر دادس سيفه ضد الملك ولكن ليتوس الاسود ابن تروبيداس ضرب النبيل الفارسي بيده وقطعها استطاع الجيش اليوناني التقدم لمواجهة الفرس بجدار عظيم من رماح المقدونين لتحول الجيش الفارسي لجيش غير منظم بسبب الانسحاب المفاجئ منهم وتتحول الساحة لفوضى الفرسان اليوناني المرتزقة لم يكن امامهم فرصة الانضمام للمعركة ودعم الفرس بسبب انهم كانوا في الخلف وهنا استطاع الجيش المقدوني اثر كل الجنود اليونانيين المرتزقة طلب اليوناني من الاسكندر الرحمة وان يعفوا عنهم فهم لم يقاتلوا اساسا في المعركة لكن الإسكندر كان غاضب بشدة واعتبرهم خوانة ليأمر الجنود بذبحهم انتصر الإسكندر في هذه المعركة ليستحوذ على آسيا الصغرى ولكن خسارة الفرس لهذه المعركة لا تعني سقوط الامبراطورية الفارسية العظيمة إذا أراد الإسكندر القضاء على الامبراطورية الأخيمينية واحتلال كل أراضي الفرس عليه أن يواجه ملك الفرس داريوس لهذا في عام 334 قبل الميلاد قاد الإسكندر ملك مقدونيا البالغ من العمر 21 عام تحالف من القوات اليونانية ضد أعظم قوة في تلك الحقبة الامبراطورية الفارسية قاد الإسكندر جيش من أعظم المحاربين في العالم في ذلك الوقت وكان يتكون هذا الجيش من فرقة فرصان متميزة وسريعة حقق جيش الإسكندر الانتصار في معركة نهر جرانيكوس ليبدأ الإسكندر بالاقتراب من ساردس عاصمة إقليم ليديا الفارسية والتي استسلمت بدون قتال ولكن لكي يتقدم الإسكندر أكثر عليه أولا تعطيل القوة البحرية الفارسية كان لدى الفرس قوة بحرية قوية وقواعد بحرية حول شرق البحر الأبيض المتوسط هذه القواعد ساهمت في سيطرة الفرس على البحر الأبيض المتوسط قرر الإسكندر عدم تحدي الفرس في البحر ولكن مهاجمة القواعد عن طريق البر وبالتحديد المدن الساحلية اليونانية ميليتيس وهاليكارناسوس قومت هذه المدن في البداية ولكن في الشتاء استطاع الإسكندر السيطرة عليها وفي ربيع عام 333 قبل الميلاد استمر الإسكندر في تقدمه إلى ليكيا وفيريكيا في غورديوم في ذلك العصر كانت غورديوم تعتبر منطقة حيوية بل أن من يحكم غورديوم يحكم كل آسيا الصغرى استعد الإسكندر لهذه المعاركة المهمة كان ميمنون ميرودس الجنرال اليوناني في خدمة الفرس كمرتزق هذا الجنرال قاد السفن الفارسية إلى بحر إيجا واستولى على جزر خيوس والإسبوس لكن الجنرال ميمنون توفى بسبب المرض مما تسبب في إلغاء الهجوم كان قد مرض 18 شهر منذ عبر جيش الإسكندر حدود الإمبراطورية الفارسية بدأ الإسكندر في الانتقال إلى سيليسيا وكان قريب من سوريا الجيش الفارسي ظهر خلف الجيش اليوناني إلى الشمال كان داريوس عازم على أن يحاصر ويدمر جيش الإسكندر والذي كان يتفوقه تقريبا 2 إلى 1 لذلك حجب طريق هروب الإسكندر الوحيد عن طريق نقل جيشه إلى السهول الساحلية بالقرب من إيسوس على بعد 6 أميال فقط من الجبال إلى البحر هذا الأمر يجعل الإسكندر يضطر للقتال ولكنه أيضا يمنع داريوس من استغلال التفوق العددي الهائل كان جيشه حسب التقديرات يصل إلى 100 ألف جندي وكان يحتوي على أفضل جنود الإمبراطورية الواسعة بما في ذلك 10 ألاف من قواتي الخاصة والمعروفين باسم الخالدين وكانت أيضا فرقة الفرسان متمركزة في الجهة اليمنى نحو البحر حيث كانت الأرض أفضل للخيول وفي الوسط كانت أفضل القوات بما فيهم المرتزقة اليونانيين في حين كان الجناح الأيسر به فرسان من الفرس نشر الإسكندر الجيش للقتال واضعا ثقته في الجناح الأيسر الأقرب للبحر كان الوسط المقدوني مكوم من فرسان ومشاء يونانيين في حين كان الإسكندر وجنوده المقربين في الجانب الأيمن وفي سفوح الجبال وضع الإسكندر رومات الأسهم والهيباسيستيس وفرقة من الفرسان عندما رأى الإسكندر قوة فرسان الفرس التي تواجه بارميمون على اليسار انتقل بفرقته لليسار لدعمه وعلى الرغم من تفوقه الساحق في الأعداد احتفظ داريوس بمكانه وراء نهر صغير وانتظر أن يهاجم الإسكندر لم يطل للانتظار طويلا حيث حذل إسكندر رجاله على القتال بشجاعة بل أنه كان ينادي أهم قادته بالاسم ومن اليمين بدأ بشن هجوم مفاجئ أربك الجيش الفارسي والذي بدأ يتراجع للوراء لكن الوضع كان مختلف في الوسط حيث كان المقدونين في مأسق ففي محاولة مواكبة تحركات الإسكندر تشتت تشكيل الفرقة خصوصا من أن المرتزق اليونانيين كانوا منظمين واقوية أدرك الإسكندر هذا الخطر فقام بإعادة تشكيل الخطوط وقاد فرقة من الفرسان وهجم مباشرة على المركز هذه الخطوة شتتت فرقة المرتزقة وبالتحديد في الجناح مما غير الكفة وأصبح الإسكندر الآن في طريقه لمواجهة داريوس نفسه ولكن بدلا من المواجهة فر الملك الفارسي من مواجهة الملك المقدوني بعربته الملكية وفي الوقت نفسه كان الجناح الأيسر المقدوني تحت قيادة بارمينيون يخوض معركة يائسة ضد أفضل فرسان الفرس إذا نجح الفرس في الاختراق فيمكنهم أن يحيطوا بجيش الإسكندر ويقلبوا الهزيمة لنصر حقيقي قاتل بارمينيون وجنوده بإصرار واستمروا في صد فرسان الفرس ولكن مع انتشار خبر فرار داريوس بين قواته بدأ الجنود بالانسحاب وترك أرض المعركة لتتحول الحرب إلى مذبحة حقيقية قيل بأن بطيموس بطل مقدوني قال للإسكندر من أن هناك الكثير من الفرس القتلى وذكر بأن دمهم كان يسيل على أرض المعركة كالوادي معركة إيسوس كانت انتصار عظيم للإسكندر من بين غنائم النصر كانت زوجة داريوس ووالدته وثلاثة من أبناءه جميعهم أخذوا أحياء وتمت معاملتهم بلطف من قبل الإسكندر ومع انسحاب الجيش الفارسي من الميدان توجه الإسكندر للسيطرة على الأقاليم الغربية للإمبراطورية الفارسية وفي العام التالي عام 332 قبل الميلاد استسلمت مدن فينيقيا الساحلية مما أنهى السيطرة البحرية الفارسية على البحر الأبيض المتوسط لكن مدينة صور لم تقبل استسلام حيث قاتل أهل صور الإسكندر كانت أسوار المدينة عظيمة حاول الإسكندر بناء جسر لاختراق الأسوار ولكن أهل صور استطاعوا صده من خلال السفن البحرية لكن سقطت صور بعد سبعة أشهر عندما استطاع الإسكندر كسر أسوار المدينة قتل الإسكندر معظم سكان صور وأسر الكثير منهم استمر الإسكندر بعد ذلك بالتقدم وقام بالاستيلاء على غزة بعد حصارها تقدم بعد ذلك إلى بليسيوم في جل تنيل حيث سلم حاكم مصر الفارسي المقاطعة بأكملها للإسكندر إلى جانب الخزانة الملكية رحب كهنة هذه الأرض القديمة بالإسكندر باعتباره محررهم من الفرس وقاموا بتتويجه كفرعون وفي مصر بنين أسس مدينة جديدة حملت اسم الإسكندرية بعدها سافر إلى معبد سيو الصحراوي حيث وفقا لبعض الروايات رحب به الكهنة باعتباره ابن آمون ملك الآلهة عاد الإسكندر بعد ذلك شرقا إلى صور حيث أنه في عام 331 قبل الميلاد تلقى أخبار عن وجود إطرابات في وطنه على رغم الانتصارات الكبيرة على الفرس اعتبر الكثير من اليونان الإسكندر طاغية ليعلن الملك إيغوس من سبارتا بدعم فارسي الثورة ضد مقدونيا كان أثباتر قائد الإسكندر في اليونان يتعامل مع تمرد في تراقيا ولكنه سارع بالتوجه جنوبا والتقى مع إيغوس في معركة بالقرب من ميغالوبولوس لكن حتى محاربوا سبارتا لم يكونوا قادرين على التغلب على الجيش المقدوني من هذه المعركة تم القبض على الملك إيغوس لتنتهي الثورة مع تأمين قواعده في اليونان مرة أخرى تقدم الإسكندر نحو قلب الإمبراطورية الفارسية حيث أنه كان يسعى لمواجهة داريوس في معركة نهائية عند وصوله تلقى رسالة من داريوس يعرض عليه ثروة هائلة وبنته للزواج ونصف الإمبراطورية مقابل السلام ولكن كل هذه الإغراءات كانت أقل من طموحات الإسكندر ليرفض العرض الفارسي فهو لا يريد نصف الإمبراطورية بل يريدها بالكامل نظريا غزو مملكة مقدونيا الصغيرة إمبراطورية الفرس الواسعة أمر مستحيل ولكن بفضل الهيمنة العسكرية للمقدونين وتحركات الإسكندر الجريئة استطاع الانتصار عليهم في معركتين كبيرتين على نهر جرانيكوس وإيسوس استطاع الإسكندر السيطرة على الأراضي الفارسية غرب نهر الفرات وتوجه شرقا نحو قلب الإمبراطورية الفارسية تلقى الإسكندر أخبار من أن جيش فارسي كبير بقيادة داريوس قد تجمع في كوغاميلة بالقرب من موصل الحديثة في العراق ليتجه مباشرة نحوها كانت هذه آخر فرصة لداريوس لإيقاف الإسكندر وفرصة الإسكندر لتحطيم السلطة الفارسية بشكل نهائي اختار داريوس أن يقاتل في أرض مفتوحة حيث ستكون له ميزة بحكم أن الجيش كان أضخم من المقدونين كان جيشه أيضا قد عمل بجد لتنظيم وتسطيح التضاريس لجعلها مناسبة لعراطات الحرب الفارسية وفق للتقديرات الحديثة كان الجيش الفارسي بين 50 إلى 80 ألف جندي وكان يتألف من وحدات من جميع أنحاء الإمبراطورية فكان هناك مشام من سوريا وبابل وفرصان من أرمينيا والهند وآسيا الوسطى وما يصل من 200 عربة حربية مزودة بالسيوف وأيضا كانت معه فيلة متخصصة للحروب كانت قوة جيش الإسكندر أصغر حيث يعتقد أن التفوق الفارسي كان بنسبة الضعفين نشر الإسكندر وحداته في تشكيلاتها المعدادة في الجناح الأيسر فرصان تراسيا وديساليان بقيادة بارمينيون وفي الوسط المقاتلون المقدونيين من الفالانكس كل واحد مسلح برمحه الطويل ساريسيا بطول 18 قدم وفي الجناح الأيمن الإسكندر مع فرصانه المتميزين وأفضل المشاة لديه هذه كانت الوحدات التي رتبها الإسكندر للشن الهجوم الرئيسي شكلت مجموعة الهيوبلت خط ثاني ودعمت الجناحين والذين كانوا مائلين للوراء للحراسة ضد أي هجوم فارسي بدأت المعركة عندما قاد الإسكندر جناحه إلى اليمين وهي حركة أربكة الفرص وصدمتهم فعدد فرصان الإسكندر كان قليل ومن المستحيل أن يحاولوا محاصرة الجيش الفارسي الهال قام الفرص بمحاولة الالتفاف حول الإسكندر ومنعه من مغادرة المنطقة كانت هذه الخدعة غير الاعتيادية للإسكندر فخ لإرباك خطوط الفرص وعندما رأى أنها نجحت أمر فرسانه بالهجوم المباشر نشبت معركة ضخمة على الجناح الأيمن اعتقد داريوس أن خطوط الإسكندر كانت مرتبكة ولهذا أمر المركبات والخيول بالهجوم وبمجرد أن تحركت قام الرمال مقدونيين بضرب الخيول المتحركة كانت القوات المقدونية قد فتحت مسارات لعبور العربات وفي نفس الوقت كان الرمال يضربون العربات والخيول حدد الإسكندر أماكن ضعف الجيش الفارسي وهجم على هذه النقاط وهذا تسبب في حالة ذعر بين الفرص لينهار مركز الجيش الفارسي وليبدأ الجنود بالفرار مثل المعركة السابقة وتتحول المعركة لفوضاء حقيقية داريوس كان أول الهاربين رغم الانتصار الظاهي كان الجناح الأيسر للإسكندر بقيادة بارمينيون يواجه هجوم ضخم من قبل الفرص وكان محاصر من قبل القوات الفارسية استطاع فرسان الهند والفرص الالتفاف حول المقدونين ولكن بدلا من أن يهاجموا الجيش المقدوني ويقضوا عليه انطلقوا مباشرة لنهب معسكر المقدونين ليستغل بارمينيون الأمر ويرسل بطلب المساعدة من الإسكندر الملك تخلى عن مطاردته لداريوس وعادت تجميع وهاجم الجناح الأيمن الفارسي كانت هذه أكثر المعارك الدموية في هذه الحرب وراح ضحيتها ستون من أقرب جنود الإسكندر لكن مع انتشار خبر هروب داريوس وهجوم الإسكندر بدأ الفرص بالفرار معركة جوجل مينيا كانت انتصار عظيم للإسكندر وفق المصادر القديمة فقد خسر بضعة مئات من الرجال بينما فقد الفرص العلاف كان الإسكندر قد هزمت جيش داريوس الضخم وهو الآن في طريقه لبابل إحدى أهم مدن الامبراطورية دخل الملك المقدوني المدينة العظيمة منتصرا حيث استسلم النبلاء وأعلنوا الولاء له بعدها توجه لسوسة وهناك أيضا تم استقباله استقبال الفاتحين وتوجى ملك على فارس في مراسم ملكية خاصة ولكن في جبال زاقروس في ممر يعرف بإبوابات الفرص قامت قوة فارسية بإيقاف جيش الإسكندر لمدة شهر لكن الإسكندر في النهاية وجد ممر جبلي واستطاع خلاله الالتفاف حولهم والانتصار عليهم وفي أوائل عام 330 قبل الميلاد وصل الإسكندر إلى بريوبلوس عاصمة الامبراطورية أراد الإسكندر أن يظهر كمحرر للفرص أو كوريث شرعي للملك داريوس لكنه كان غاضب بشدة ولهذا أمر بنهب وحرق بريوبلوس كعقوبة على الغزو الفارسي اليونان وحرق المعابد المقدسة في أثينا في عام 480 قبل الميلاد بعدها توجه الإسكندر شمالا إلى ميديا حيث كان داريوس قد لجأ للمدينة الملكية أكبتانو كان الإسكندر عازم على القبض على داريوس داريوس كان قد هرب شرقا على أمل جمع جيش جديد في مقاطعات بارثيا وبوختريا وسورقدي ولكن لم يستطع أن يقوم بذلك وعندما اقترب الإسكندر قتل داريوس من قبل أحد المقربين له بيسوس والذي أعلن نفسه حاكم على الإمبراطورية الفارسية أصدر الإسكندر أوامر بالدفن داريوس في المقابر الملكية في بريوبلوس بجوار آباءه وعاد للعاصمة لتنظيم الشؤون الداخلية حيث عين هناك نواب لحكم المقاطعات نيابة عنه واحتفظ بالعديد من الفرس الذين أعلنوا الولاء له في مناصبهم كما سمح القوات اليونانية الراغبة بالعودة إلى ديارها بعدها استأنف مسيرته شرقا وكان هدفه الجديد العثور على المتمرد بيسوس وقتله والسيطرة على مقاطعات الإمبراطورية الشرقية والوصول إلى حافة العالم اتجه أولا إلى آريا وهي جزء من أفغانستان الحديثة حيث أعلن الحاكم الفارسي ساتي بارازان الثورة ضده بعد أن كان قد أعلن الولاء للإسكندر استضاع الإسكندر قمع التمرد وقتل الحاكم الفارسي وفي المنطقة المجاورة أسس الإسكندر مدينة الإسكندرية الآرية وهي هارات الحديثة لتكون إحدى المدن الاثنى عشر التي أسسها الإسكندر والتي تحمل اسمه كان تاريخ المغدونيين معروف بانتشار قصص الثورات الداخلية والانقلابات ومحاولات الاغتيال قبل ست سنوات كان والد الإسكندر الملك فليب قد تم اغتياله من قبل حراسي الشخصيين وخلال تحركه أبلغ الإسكندر بأن فيلوتاس قائد فرسانة كانت قائد علم بوجود مؤامرة لاغتيال الإسكندر ولكنه لم يبلغه عنها كان فيلوتاس ووالده بارمينيون من أكثر قادة الإسكندر قربا منه ولعبوا دور حاسم في جميع انتصاراته الكبيرة ولكن عندما اعترف فيلوتاس تحت التعذيب بإخفاء أمر الانقلاب أمر الإسكندر بإعدامه ثم أرسل الجنود بسرعة إلى أكبتانا حيث كان بارمينيون الحاكم هناك ليتم قتله قبل أن يسمع بإعدام ابنه حتى لا يجد الوقت للانقلاب على الإسكندر وفي عام 329 قبل الميلاد استأنف الإسكندر مطاردته لبيسوس وفي الطريق أسس مدينة إسكندرية أراكوسيا وهي قندهار الحديثة في جنوب أفغانستان وعند وصوله إلى كوندوز كان رجال بيسوس قد انقلبوا عليه وقاموا بتسليمه للإسكندر أرسله الإسكندر إلى فارس ليعدم باعتباره قاتل للملك استمر الإسكندر في التقدم نحو طاجقستان الحديثة حيث كان هناك انقلاب ضده واضطر أيضا إلى صد هجمات القبائل المحلية وعلى ضفاف نهر قاخسارتس أسس مدينة الإسكندرية الأخيرة والتي أسماها بالإسكندرية البعيدة حملت هذا الإسم لأنه كان قد وصل إلى حدود الإمبراطورية الفارسية في الشرق كانت هذه الحدود تتعرض بشكل متكرر لهجمات بدو معروفين لدى الإغريق بإسم السكثينيين جذبهم الإسكندر إلى معركة حاسمة بالقرب من جاخستارس وكانت النتيجة فوز حاسم لملك المقدونيين رغم هذا استمرت بعض القبائل بشن هجمات متفرقة على أراضي الإسكندر قرر الإسكندر الاستمرار والتوسع لكن جنوده كانوا رافضين الاستمرار فالكثير منهم لم يعد لمقدونيا منذ سنوات وأحسوا بالإرهاق الشديد ولكن ملكهم كان مصمم على الفتحات وهذا الأمر أثار سخط لعديد من الجنود والأسوأ من ذلك أن الإسكندر بدأ يلبس الملابس الفارسية ويؤدي طقوسهم اعتبر القادة هذا التصرف إهانة للدين الإغريقي إضافة له ذلك وقعت حادثة ماركاندا ماركاندا هي السمرقند المعاصرة هناك كان الإسكندر مخمور عندما وقع بينه وبين كيلتوس الأسود خلاف كيلتوس كان أحد أهم قادة الإسكندر بسبب هذا الخلاف قام الإسكندر بقتل كيلتوس كيلتوس كان قد أنقذ الإسكندر في معركة جرانيكوس يقال أن الإسكندر شعر بالندم الشديد على هذه الحادثة رغم هذا استمر بالابتعاد أكثر عن أقرب حرسه وجنوده التصرف الأخير الذي أغضب الجميع كان إصراره على أن ينحني أمامه الجميع عندما يقابلوه باستنساخ للعادة الفارسية في تبجيل الملوك بالنسبة ليونانيين هذا الأمر يعتبر كفر وهرتقة فقط الآلهة هي التي تستحق الإنحناء والإحترام الإسكندر علم بأن هناك محاولة جديدة لاغتياله ولهذا انتقل إلى باكتريا هذه المرة كان المخطط لاغتيال هو أحد أبناء النبلاء المغدونين والذي يحمل اسم هيريمولاوس تم القبض عليه وتعذيبه وكل المقربين منه وعدامهم قام الإسكندر بالقبض على كلاستين المؤرخ الخاص بحملاته وقام بسجنه حتى مات في السجن بعد ذلك وفي عام 327 قبل الميلاد أعجب الإسكندر بجمال روكسانا ابنة لورد باكتريا وأعلن عن الزواج منها كان زواجهم روكسانا خطوة سياسية مدروسة للحصول على الدعم المحلي وإنهاء أي تمرد داخلي استطاع الإسكندر بفضل هذا الزواج الاستقرار في أرض الفرس والبدء بالتقدم نحو باكستان الحديثة والهند أعد الإسكندر جيش للسيطرة على أقصى أراضي شرق الإمبراطورية الفارسية والتي لم تعترف بعد بملكه للقيام بذلك كان عليه أولا أن يعبر جبال الهندوكوش ويصل إلى وادي نهر الهند انتصر الإسكندر في المعارك وتقدم بعد ذلك وصولا لوادي سوات في شمال باكستان بعد حصار الشرس استولى الإسكندر على عاصمة الآسانين ماساقا وفقا للأسطورة كانت مملكة الآسانين تحكم من قبل الملكة كيلوفيس والتي تزوجها الإسكندر وأنجم منها ابن ليبقيها على حكم المملكة على أن تعلن الولاء له كان حاكم تكسيلة بالقرب من إسلام آباد المعاصرة قد شكلت تحالف مع الإسكندر معا توجه لمواجهة بوروس ملك باوروفاس في معركة إيداسيب كانت هذه أكثر المعارك الصعوبة للإسكندر حيث ألحقت الفيلة الحربية خسائر كبيرة للمقدونين ولكن على الرغم من هذا انتهت المعركة بفوز كبير للإسكندر مما منحه السيطرة على البنجاب أراد الإسكندر التقدم نحو الهند والوصول إلى النهر العظيم والذي قال المؤرخون اليونانيون القدماء أنه يشكل حافة العالم ولكن عند النهر هيفاسيس المعروف اليوم بباياس ثارت ثورة داخلية في جيشه كان رجاله قد مشوا آلاف الأميال وخاضوا معارك لا تحصى وكانوا لم يروا بلادهم لمدة ثمان سنوات كاملة وأيضا كانوا قد سمعوا شائعات عن جيوش ضخمة في انتظارهم في الهند ولهذا رفضوا التقدم بعدها اتبع الإسكندر طريق العودة عن طريق الأنهار إلى البحر في رحلة استغرقت عشر أشهر في طريقه استطاع حزيمة الماهيليين ولكن في هذه المعركة تعرض الإسكندر للإصابة وكاد أن يموت عند وصوله للساحل انطلق جزء من جيشه بقيادة نيركوس على متن سفينة وعاد إلى فارس عبر البحر هذا الجزء من الجيش عبر مضيق هرمز وذهب عبر الخليج العربي هذا الطريق كان جديد بالنسبة اليونانيين ولم يعبرها أي يوناني قبل في هذه الأثناء قاد الإسكندر بقية الجيش عبر البر في صحراء جدروسيا وهي اليوم في جنوب باكستان ولكن الحرارة الشديدة ونقص الطعام والماء أدى إلى معاناة الجيش ووفاة العديد من الجنود عند عودته إلى فارس أعدم الإسكندر عدد من النواب الذي تركهم لاتهامهم بالظلم والاضطهاد الشعب ونهب المعابد والقبور وفي سوسة نظم حفل زفاف عظيم لضباط مقدونيين من ثمانين امرأة نبيلة فارسية لتعزيز الروابط بين المملكتين الإسكندر نفسه تزوج امرأتين من أميرات فارس وقام أيضا بدفع ديون جميع الجنود وأمر بتدريب 30 ألف شاب في جميع أنحاء الإمبراطورية على فن الحرب المقدوني ولكن في أويس اندلعت ثورة من جنود مقدونيين كانوا يشعرون من أن الإسكندر كان يفضل المستشارين الفرس ووجدوا من أن اعتماد الإسكندر على التقاليد الفارسية أمر مهين لهم عدم الإسكندر زعماء الثورة وألقى خطاب إلى الرجال يذكرهم بالمجد الذي حققوه معا وفي أكبتانا توفى أفضل صديق للإسكندر وأكثر من يثق فيهم هيفاستيوس بسبب الحمى يقال أن الإسكندر قضى أيام دون أن يأكل وأمر بالحداد العام على كل الإمبراطورية شنل إسكندر حملة ناجحة ضد لصوص الجبال في كوسيا والذين لم يتمكن حتى ملوك الفرس من إخضاعهم وعند عودته لبابل استقبل السفراء من الشعوب المختلفة لإعلان الولاء له حيث جاء سفراء من أتيوبيا وليديا والسكثينيين وبلاد الغال وأيبيريا الخطوة الأخرى للإسكندر لا نعلم عنها فهناك من يذكر أنه كان يخطط للتوسع في الجزيرة العربية وهناك من يقول أنه كان يسعى للتوسع في أوروبا غربا لا نعلم الخطة لأنه بعمر 32 عام أصيب الإسكندر المقتوني بحمى مفاجئة ومات سبب وفاة الإسكندر مثار جدل حقيقي في كتب التاريخ يعتقد أنه أصيب الملاريا أو الكوليرا وهناك من يذكر أنه تعرض للاغتيال من خلال السم توفى الإسكندر دون هزيمة في أي معركة قاد الإسكندر حملة استمرت لعقد من الزمن وأسس إحدى أعظم الإمبراطوريات في التاريخ التي امتدت من اليونان لباكستان لكن هذه الإمبراطورية كانت ضخمة وغير مستقرة لم يترك الإسكندر خليفة له حيث أن وفاته كانت مفاجئة لهذا بعد وفاته اندلع صراع داخلي بين القادة لتتفكك الإمبراطورية بسرعة وتنقسم بين القادة خلال الحرب بين القادة قتلت أرملة الإسكندر روكسانا وابنه الصغير وتعرض نعش الإسكندر الذهبي للسرقة والذي كان في طريقه لمقدونيا للدفن هناك اليوم موقع تابوت الإسكندر الذهبي من أهم الألغاز في التاريخ التي لا يعلم حلها القليل من القادة في التاريخ لديهم نفس تأثير الإسكندر فبعده برز عصر جديد في العالم وهو العصر الهينينيستي حيث انتشرت الأفكار اليونانية عبر أراضي الإمبراطورية الواسعة مندمجة مع التقاليد المحلية ليتطور الفن والعلوم والأدب واللغة بعض الممالك التي تكونت بعد الإسكندر كانت قصيرة في العمر وبعضها استمر لقرون ولكن جميعها سقطت أمام قوى جديدة شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة اشتركوا في القناة